أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم في بيان أن الدفاعات الجوية أسقطت ستة طائرات مسيرة فوق مناطق بالقرود وفورونيج وليبيتسيك خلال الليلة وقال البيان أن القوات الروسية أحفطت خلال الليلة الماضية هجمات أوكرانية على منشآت روسية بطائرات مسيرة بحسب ما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء وأضف البيان أنه تم تدمير طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بالقرود وطائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة فورونيج بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي منطقة ليبيتسيك